السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم في قناتكم قناة الصحة والمطبخ النهاردة معنا فيديو جديد عن متى يظهر الحمل في البول بعد تأخر الدورة إذا كنت تنتظرين الحمل ولاحظت تأخرا في دورتك الشهرية تفكرين فورا في اختبار الحمل المنزلي ولا بد أنك تتساءلين عن أفضل توقيت لعمل اختبار الحمل ولأن الأمر يختلف في حالة إجراء اختبار الحمل المنزلي عن إجراء اختبار الحمل بالدم فتعرفي معنا على الفرق بينهما والوقت المناسب لعمل اختبار الحمل بشكل عام بشكل عام ينصح بعض المختصين بالانتظار لمدة أسبوع بعد تأخر الدورة الشهرية وإجراء الاختبار وحينها قد تحصلين على نتيجة الأكثر دقة وينصح بعض المختصين بإجراء اختبار الحمل المنزلي بعد تأخر الدورة بيوم واحد إذا كانت دورتك الشهرية منتظمة أما اختبار الحمل بالدم فبعد انقطاع الدورة بأسبوع مع العلم أنه يمكن إجراء فحص الحمل بالدم في غضون من 7 إلى 14 يوم فقط من لحظة حدوث الحمل فالخلاصة إذا كانت دورتك منتظمة يمكنك إجراء اختبار الحمل المنزلي بعد يوم واحد فقط من فوات موعد الدورة الشهرية المنتظرة واختبار الدم يمكنك إجراءه قبل موعد الدورة المنتظر بعيدة أيام وإن شاء الله يعطي نتيجة إيجابية أما في حالة عدم انتظام دورتك الشهرية فيمكنك الانتظار لمدة أسبوع بعد فوات الموعد المتوقع وإجراء اختبار الحمل سواء اختبار الحمل بالدم أو اختبار الحمل المنزلي في نهاية الفيديو ننوح أن المعلومات المذكورة في هذا الفيديو لا تغني أبدا عن زارة الطبيب وللمزيد من المعلومات حل هذا الموضوع يمكنكم الرجوع لمزدر هذه المعلومات في وصف الفيديو في نهاية الفيديو لو عجبكم ياريت تلعونا بلايك وكومنتو وتشاركوا فيديو مع أصدقائكم وتشاركوا معنا في القناة وتنتظروا مننا كل جديد في قناتكم قناة الصحة والمطبخ ترجمة نانسي قنقر